وخلال اجتماعي نجلس الوزراء استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار استعرض تقريرا عن الحالة الوبائية لفيروس جودري القرد وأكد الوزير أنه حتى تاريخه لا توجد لدى مصر حالات مصابة بالفيروس وأشار الوزير إلى أنه تم تدريب العاملين بأقسام الحجر الصحي بالمنافذ على إمكانية التعرف على الحالات المصابة وتطبيق الدليل الإرشدية وأكد عبدالغفار أنه تتم متابعة الموقف الوبائي العالمي الإقليمي والمحلي بصفة يومية كما أكد كذلك جاهزية فرق الاستجابة السريعة وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة